بيبدأ فيلم النهاردة بانصراع داير ما بين مملكة البشر وبين مملكة مورز اللي بتعيش فيها الجنيات بعدها بنشوف جنية اسمها مالف سنت بس كانت جنية سنها صغير لسه وبنعرف ان عندها مواهب كتير جدا وبنعرف كمان ان مملكة مورز بتبقى مليانة بالكنوز السمينة واللي بتحرصها كل الجنيات بانواعهم المختلفة بس ما بيكونش عليهم ملك او ملكة زي مملكة البشر كده لانهم بيكونوا وثقين من بعض رغم اختلاف انواعهم بعدها مالف سنت بتعرف الجنيات الصغيرة ان فيه كائن بشري دخل المملكة وكمان سرق جوهرة سمينة فبتطلع على طول على المكان اللي موجود فيه الكائن البشري ده اللي كان مستخبي ما بين الاعشاب لانه كان خايف جدا من جنود الشجر اللي كان شكلهم مرعب فبتقوله مالف سنت انه يخرج ويرجع الجوهرة وهم مش هيعملوله حاجة واول ما بيخرج بنعرف انه شاب صغير لسه عنده 12 سنة وكان اسمه ستيفاني وبيطلع الجوهرة من معاه وبيسلمها المال في سنت اللي اول ما بتاخدها منه بترميها في المية على طول بعدها بتاخد ستيفاني وبتوصله لخارج مملكة مورز بس بتسأله الاول هو عايش فين فبيشعر لها على المملكة اللي جنبهم وبيعرفها انه عايش هناك وبيقولها كمان انه في يوم هيسكن في قصر المملكة دي بعدها بتسأله عن والده فبيقولها ان كل علته ماته وانه هو شغال في المزرعة وبما انه شاب طموح يعني فكان كل حلمه ان في يوم يحكم المملكة اللي هو عايش فيها وقبل ما يمشي بيعرف مال في سنت انه هيقابلها تاني بس هي قالت له انه مايرجعش هنا مرة تانية لان المكان مش امان خصوصا لانه انسان فبيعرفها انه هيرجع تاني علشانها وبيمد ايده يسلم عليها بس اول ما بتلمس ايده ايديها بتتحرق فبتعرفه ان الجنيات بتتحرق من الحديد فبيخلع الخاتم وبيرميه لبعيد علشان يعرفه يسلمه على بعض وساعتها مال في سنت بتعجب بتصرفاته جدا وبتفضل طول الليل تفكر فيه وبعد تلات اسابيع بيرجع لها مرة تانية وبيفضلوا يقضوا وقت كتير جدا مع بعض وبتبدأ علاقتهم كل يوم تزيد عن اليوم اللي قابله ولما بقى عندهم 16 سنة بيعترف لها ستيفني انه بيحبها بس بسبب طموح ستيفني بيختفي فجأة علشان يدور على احلامه اللي نفسه يحققها وبتكبر مال في سنت وبتزداد قوتها وبنعرف انها اقوى جنية في مملكة مورز وبتبقى هي الحامل للمملكة بس في الوقت ده بيكرر البشر انهم يهجموا على مملكة مورز لان المملكة دي زي ما قولنا كانت مليانة بالمجوهرات السمينة وبيقول لهم الملك انهم يهجموا بكل قوتهم ويخلصوا على كل الجنيات الساحرة اللي في المملكة بعدها على طول ملفس انت بتعرف ان مملكة البشر هتهجم عليهم فبتوصل للجيش وبتحذر الملك من العواقب اللي هيشوفها لو قرر بس يهجم على المملكة ساعتها بيؤمر الجنود انهم يجبوها ويقطعوا رقابتها بس باقي الجنيات بيظهروا كلهم واول ما الجيش بيتقدم عليها بيحصل زلزال غريب وبتخرج جنيات الشجر من بطن الارض وبتدور معركة قوية جدا ما بينهم ساعتها بيكون البشر اضعف بكتير من الجنيات وبتنزل ملفس انت وسط الجيش وبتقتل كل الجنود وبتطير الملك من على حصانه فبيهجم عليها باقي الجنود علشان يحموه ولكن بتقدر تبيدهم كلهم بجنحتها وبتقرب للملك وبتعرفوا انه مستحيل يقدر يستولى على مملكة مورز طول ما هي موجودة ساعتها بيزقها الملك وملفس انت بتتقلم جدا لانه كان لابس جوانتيات من الحديد وبعدها الجيش بيهرب من قدام الجنيات بسرعة كبيرة علشان يحافظوا على حياتهم بعد مرور سنين كتير بيكون الملك بيموت وكل القادة كانوا متجمعين حواليه علشان يختاروا واحد من القادة انه يتجوز بنته ويكون الملك من بعده بس بشرط انه يقدر يقضي على كل الجنيات اللي ليهم اجنحة في الوقت ده كان فيه شاب واقف بيسمع كل كلام الملك فعلى طول بيروح لمملكة مورز وبيبدأ يندع على ملف سنته اول ما بتجيله بيحذرها ان الملك عاوز يقتلها هي بالتحديد وبنعرف ان ده ستيفاني بعد مقبر وبيقول لها انها لازم تصق فيه بعدها بتسمحوا على غيابه طول المدة اللي فاتت وبتبدأ علاقتهم ترجع زي الاول واسناء ما بيكونوا قاعدين مع بعض بيقدم لها المية لانها حسد بالعطش بس اول ما بتشرب بتنم بسرعة لانه كان حتطلها فيها مخدر وبيطلع الخنجر بتاعه هي نيمة علشان يغرزه في ظهرها بس ساعتها بيتردد وبيرمي من ايده فبيقرر بس ان يكتفي انه يقطع جناحتها واول ما بتصحى من النوم بتحس ساعتها بألم شديد وبتكتشف ان ستيفاني خنها وغضر بيها فبتفضل تبكي وتصرخ من شدة القلم اللي هي فيه وفي الوقت ده كان ستيفاني سامع صراخة من بعيد بس هو كان اخد جناحتها وقدمهم للملك وبيعرفوا ان هو انتقم ليه وساعتها بيفهم الملك انه قاتل ستيفاني وبيقول انت دلوقتي هتبقى الوريس الشرعي ليا وتقدر كمان انك تتجوز بنتي بنشوف بعدها ملف سنت اللي كان باين عليها التعب الشديد وما كانتش قادرة تتحرك نهائي فبتمسج غصن شجرة من الارض وبتحولوا العصايا علشان يساعدها في المشي بعدها بيقف غراب جنب منها فبتنفخ فيه وبتخليه ينزل حق لمزارع بس ساعتها المزارع بيقدر يقبض عليه وكان عاوز يقتله بس بتؤمر الغراب انه يتحول لبني ادم وساعتها المزارع بيفتكره شيطان وبيسيب له المكان وبيهرب وبيسأل ملف سنت ليه غيرت شكله الجميل من غراب لشكل انسان فبتعرفوا انها عملت كده لانها خافت ان المزارع يقتله وبتقنعوا بقى انها انقذت حياته فبيقولها بما انك انقذت حياتي فانا في خدمتك طول الوقت وساعتها بتقوله انه هيبقى جناحتها اللي مش موجودين وبنعرف ان كان عنده القدرة انه يتحول من انسان لغراب وكمان بتكرر انها تندهله باسم ديافال بعدها بيتم اعلان ستيفاني ان الملك الجديد على مملكة البشر بعد الموقف البطولي اللي عمله وساعتها بيكون دي فال متحول لغراب وبيحضر الاحتفال وبتفهم مالفزنت انه عمل كده علشان يقدر يبقى الملك وساعتها بتغضب جدا ومن شدة الغضب بيخرج دوق اغضر شديد جدا لدرجة انه بيوصل للسماء بس بعدها بتروح تقعد في عرشها في مملكتها وكل الجنيات بيحسوا انها تغيرت وبقت واحدة شريرة جدا مش زي الاول خالص فبينحنولها كلهم وبعد فترة دي فال بيبلغ مالفزنت ان الملك ستيفاني انجب طفلة وبيعرفها ان الليلة هيكون في احتفال كبير جدا بمناسبة الطفلة وبيروحوا كل الناس علشان يباركوا للملك وكمان بيروحوا التلات جنيات اللي بيسعوا للخير بين البشر والجنيات علشان يباركوا للملك هما كمان وكمان بيكرروا انهم يقدموا هدايا للطفلة وفي الوقت ده كان الملك مش واصق فيهم بس الملك يعني بتقوله ان هما طايبين وبتقنع انه هو يقبل الهدايا وبتروح الجنية الاولى للطفلة وبتديها هبة الجمال مدى حياتها والتانية بتديها هبة السعادة ولما التالتة بتيجي تقدم لها الهدية بتدخل ملف سنت عليهم وباللاحظ ان الملك كان مرعوب جدا من جواه وبتعرفه انها هتقدم للطفلة هدية وبتقوله انها اول ما تكمل 16 سنة هتنام للابد وكأنها ميتة ومش هتستايكز من نومها ابدا ساعتها الملك بيفضل يترجوها ان هي ما تعملش في بنته كده بس هي بتطلب منه ان يركع قدامها واول ما بيرقع بتقوله ان هي هتغير اللعنة وبتعرفه انها ممكن تقوم في حالة واحدة بس وهي انها تلاقي الحب الحقيقي وبتقوله كمان ان هي عملت كده لان ستيفاني جرحها وتخلى عنها مرتين وملف سنت بتعمل كل ده بسبب اللي عمله ستيفاني فيها لما كان عندها 16 سنة وده غير طبعا المرة اللي خانها فيها وقص كل جناحتها علشان كده قررت تنتقم منه ونفزت انتقامها في بنته طبعا ساعتها ستيفاني بيغضب جدا وبيكرر انه يدمر مملكة مورس بالكامل بس ملف سنت بتبنلها صور قوي جدا وكان من الصعب ان اي حد يخترقه بعدها ستيفاني كان خايف جدا على بنته طبعا فبيديها لتلت جنيات علشان يربوها بعيد عن ملف سنت ويحاولوا يوقفوا اللعنة بتاعتها قبل ما تكمل 16 سنة وبيروحوا بيت بعيد جدا وبيتحولوا لتلت اشخاص حقيين وكمان بيكرروا انهم ما يستخدموش السحر مرة تانية بس ملف سنت كانت عارفة مكانهم وبتقدر فعلا توصل لهم وبتقول كمان انها بتكره الطفلة جدا وان دي اوحش طفلة هي شافتها في حياتها بس كانت كل ما بتحاول تخوف الطفلة الطفلة كانت بتبتسم لها بعدها كانت 3 جنيات مش عارفيني ربوها ازاي ودايما الطفلة كانت بتبكي لانها كانت على طول جعانة وده غير صوت عياتها اللي كان بيدايق ملف سنت جدا فبيروح الغراب بالليل وكان بيأكل الطفلة بعدها الملك ستيفاني كان من قدر الخوف اللي متملك منه كان عاوز ينتقم من ملف سنت بأي طريقة فبيبعت الجيش بتاعه ويحرق الصور اللي صناعته ملف سنت بس طبعا مش بيقدروا يعملوله اي حاجة ده غير جني الاشجار اللي بيقدر يدمر الجيش وكان كل مرة يبعت فيها جيش تاني كان جني الاشجار بيقدر فكل مرة انه يدمرهم وبعدها لما بيبلغوا الملك ستيفاني باللي بيحصل بيتعصب جدا وبيضرب قائد الجيش وبيعرفوا منهم لازم يخلصوا على ملف سنت وكمان يتخلصوا من لعنتها اللي هتصيب بنته بس ساعتها بيفتكر ان ملف سنت كانت بتتأذى من الحديد وساعتها بيأمر القدى بتوعه انهم يجمعوله كل الحددين اللي في المملكة بعدها ملف سنت بتبقى بترائب 3 جنيات وكانت بتحاول دايما انها توقع ما بينهم وبنعرف كمان ان التفلة كبرت 3 سنين وكانت ساعتها بتجري ورا الفرشات وكانت بتلعب دايما معاهم وساعتها بتقع من فوق اعلى الجبل بس ملف سنت أمرت الشجر انه يرفحها قبل ما تقع على الارض وفي الوقت ده كان ديافال مستغرب جدا انها عملت كده وده لانها لسه ما بقيتش شريرة بالكامل بعدها التفلة بتشوف ملف سنت ولما هي بتشوفها بتؤمرها انها تبعد عنها بس التفلة بتجري عليها وبتحضنها وكمان بتطلب منها انها تشيلها فبتمسك القرنين بتوعها وبتحاول تتعرف اكتر عليها بعدها بتكون التفلة كبرت وكان اسمها أورا ودايما ديافال كان بيزورها على شكل القراب وكان بيلعب معاها على طول وبتجبر التفلة اكتر واكتر وكانت تفلة فضولية جدا وكانت دايما عاوزة تعرف ايه اللي ورا الجدار العملاق ده وفي مرة بتقرب منه وبتحاول تلمسه بس ساعتها بيشوفها الجنود اللي بترائب الصور بس ساعتها بيفتكروها فلاحة بسيطة وكمان ملف سنت كانت بترائبها وبتأمر ديافال انه يجيبها بس بتحولوا لزئب عملاق علشان يهجم على جنود ستيفني قبل ما يعملوا لها حاجة وبعدها بتخدرها ملف سنت وبترجع للجنود وبتخلص عليهم كلهم وبترفعهم في الجو وبترميهم لبعيد وبعدها بتاخدها وبتدخلها جوه مملكتها مرة تانية بس أول ما بتصحك كانت مبسوطة جدا من المنظر اللي بتشوفه وملف سنت كانت برضو لسه بترائبها وساعتها أورا بتقول لها انها تخرج من مكانها وما تخافش منها يعني فساعتها بتدحك ملف سنت وبتعرفها ان هي لو خرجت لها هي اللي هتبقى خايفة وبتشوفها أورا وبتقول لها ان هي تعرفها كويس فبتستغرب ملف سنت وبتسألها ازاي تعرفها قالت لها ان هي دايما كانت بتشوف الضل بتاعها بعدها أورا كانت مبسوطة جدا لانها في مملكة الجنيات ولما بتقرب من ملف سنت بترجع تخدرها تاني لانها كانت شايفها وحش صغير وتاني يوم ملف سنت بتاخد أورا وبتعرفها على كل الجنيات اللي في المكان وبتبدأ بقى تنشأ بينهم علاقة قوية وكانوا كل شوية بيقربوا من بعض أكتر وبعدها لما بتنام أورا بتروح لها ملف سنت وأثناء نومها بتكرر تسحب منها اللعنة ولما بتؤمر اللعنة إنها تنسحب منها مش بتردى تخرج وبيجي لها صوت في ودنها بتفكرها بالأمر اللي قالته يوم ما لعنتها وقامرت إن ما فيش قوة في العالم تقدر تشيل اللعنة وساعتها بتتدايق ملف سنت وبتزعل وندمت يعني إن هي قالت حاجة زي كده ولما بيجي تاني يوم بتسألها أورا ليه ما عندهاش أجناحة زي باقي الجنيات فبتعرفها إن كان لها جناحين زمان بس في يوم حد سرقهم منها وسبها ومشى وبنشوف بعدها أورا وكانت بتتعرف على باقي المخلوقات فبتندع عليها ملف سنت وبتقول لها إنها عاوزة تعرفها حاجة مهمة وهي إن العالم كل شرير وإن فيه أمور ممكن تحصل لها محدش هيقدر يمنعها عنها ساعتها أورا بتعرفها إنها قربت تكمل 16 سنة وإنها يعني تقدر تعتمد على نفسها وكمان قررت إنها أول ما تتم 16 هتعرف التلات جنيات اللي بيربوها إنها هتعيش في مملكة الجنيات طول حياتها وساعتها ملف سنت بتعرفها إنها ممكن تعيش من دلوقتي لو حبه وساعتها بتفرح أورا جدا وبتكرر إنها تروح تبلغ التلات جنيات إن هي خلاص هتعيش في المملكة بس وأثناء ما هي في الطريق بتقابل شاب جميل كده اسمه فليب وكان في الوقت ده تاية وبيسألها عن القصر الملكي فبتوصف له الطريق وبعدها بيبتدوا يتعرفوا على بعض وبيعجبوا ببعض هما الاتنين من أول نظرة وفي الوقت ده كانت ملف سنت بترى إبقى هي وديفال وبيقول لها إن دي فرصتها الوحيدة علشان يكسروا اللعنة فبتقول له ملف سنت إن ما فيش حب حقيقي فبيقول لها ده بالنسبة لك أنت وعمتا ده ممكن يكون الأمل الوحيد اللي هيكسر اللعنة اللي هي فيها وبعد شوية بتوصل أورا للتلت جنيات وبتعرفوا من بكرة هتكمل 16 سنة وساعتها بيفرحوا جدا بالخبر ده وبيأملوا لها تورطاية كده بس هي بتعرفوا من هي هتسيب البيت علشان قرارت تعيش في مملكة الجنيات وساعتها بيتصدموا هما التلاتة وبتتعصب واحدة منهم وبتقول لها إنها ما تفضلش تقضي 16 سنة هنا وهتمشي في آخر يوم قبل ما ترجحها لولدها وساعتها بتستغرب أورا لإنها بتكتشف إنها عندها أب وتول 16 سنة اللي فاته ما كانتش تعرف عنه حاجة وساعتها بيقرر التلت جنيات إنه هما يحكوا لها كل حاجة وعرفوها كمان اللعنة اللي هي تصابت بيها فبتروح لملف سنت وبتقول لها إن هي عرفت كل حاجة عن اللي عملته فيها بس بتحاول ملف سنت إن هي تعتذر لها بس أورا كانت متضايقة منها وبتبعدها عنها وبتسيبها وبتمشي بعدها بتروح أورا للأسر بتاع والدها وأول ما بتقف قدام باباها بتقوله إن هي بنته وأول ما بيدقق فيها بيقدر فعلا يتعرف عليها لإنها كانت شبه مامتها بس الملك بيتعصب جدا إن الجنيات رجعوها قبل معادها فبيأمر جنوده إن هما يحبسوها في القوضة بتاعتها لحد ما تكمل 16 سنة بس المشكلة إن الأوان كان فات واللعنة بدأت تشتغل ساعتها ملف سنت بتجيب في لب وبتخدره وبتحاول تدخله جوه الأسر علشان هيكون هو الحب الصادق اللي هيخرج أورا من لعنتها فبيعرفها ديافال إنهم لو دخلوه جوه مستحيل يخرجوا منها عايشين ساعتها ملف سنت بتقوله إنه يقدر يمشي ويسيبها لإن القصة دي مش قصته بس هو بيرفض إن يمشي وبيدخله فعلا في لب للأصر وبيقرر يساعد ملف سنت في اللي هي عاوزة تعمله وبيدخله في لب للأصر وبتخليه فوق والجنيات التلاتة بيشوفوه بس ساعتها بيسألهم يعني هو فين فبيعرفوه إنه في القصر الملكي فقلوه إنه هو كمان يبقى الأمير في لب ابن الملك قول استيد إنه يقابلها بكل حب ولما بيعمل كده ما بتقومش من نمها وملف سنت بتبقى بترقبهم في الوقت ده وبتقولت يا فال صدقتني بقى لما قلتلك مفيش حب حقيقي بعدها بتروح لها ملف سنت وبتقف جنب السرير بتاعها وبتفضل تعيط وبتقول لها إنها مش جاية تطلب منها الغفرون وبتعتذر لها عن اللعنة اللي هي سببتها لها بسبب إنه قلبها تكسر بسبب ولتها وبتعرفها كمان إنها سرقت قلبها من يوم ما شافتها ودلوقتي خسرتها للأبد بسبب نمها وبتوعيتها إنها مش هتخلي حاجة تقرب منها ولا تأذيها طول ما هي نايمة وبتبصها من خدها ولما بتجي تمشي بتفوق قورة من نمتها وبتندع على ملف سنت ساعتها ديافال بيقول ما فيش أعظم من حب ملف سنت ليها وكمان الملك كان أخذ خبر إن ملف سنت جوه البيت وساعتها قورة بتطلب منها إن هم يرجعوا للمملكة بتاعت الجنيات تاني بس في الوقت ده كان فيه فخ معمول لملف سنت وبيقع عليها شبكة من الحديد وبتبدأ تحرقها وكل الحراس اللي في المكان بدأوا يطعنوها بالرماح وقبل ما ملف سنت تنهار وتفقد وعيها بتحول ديافال لتنين عملاق فبينقذها بسرعة وبيقتل كل الحراس اللي موجودين بالنار وبيشيل الحديد من على ملف سنت وبيرجع يكمل قتاله مع الحراس اللي كان عددهم كبير جدا وساعتها الجنود بتقدر تكتف التنين العملاق بالسلاسل وبيبدأوا يحاوتوا ملف سنت مرة تانية بس هي في الوقت دا ما كانتش قادرة تخرج من وسطهم لأنهم كانوا محوطنها من كل مكان بالحديد ساعتها أورا بتروح للمكان اللي والدها شايل فيه جناحتها وولدها بيدخل على ملف سنت وبيضربها بكل قوته بسلسلة من الحديد بس في الوقت دا كانت أورا قادرت تحرر الأجنحة بتاعتها من القفص وفي الوقت اللي الملك بيكون بيعز بملف سنت بالسلاسل وكان خلاص بيخرج سيفه علشان يقتلها بتظهر جناحتها فجأة وبتلتحم بيها مرة تانية قبل ما يقتلها وساعتها قوتها بترجع لها من جديد فبيؤمرهم الملك إنهم يقتلوها بسرعة بس هي بتطير وبتحرر التنين بأقصى سرعتها ساعتها الملك بيرمي السلسلة عليها وبتمسك في رجلها بس هي بتحاول تهرب لخارج المكان فبتكسر الشباك وبيفضل هو متعلق في السلسلة وساعتها بتطير بيه وبينزله من أعلى برج في القلعة وبتقول إنه كل حاجة انتهت وبتسيبه وبتمشي بس هو كان بيحاول يخنقها من ظهرها فبتنط من فوق القلعة وهو متشعلق فيها بس ساعتها بيقع وهي مش بتقدر تنقذه وبيموت بعد شوية بنشوف ملفسنت مع أورا وكانت بتزيل الصور اللي عملته على المملكة بتاعتها وبتوري أورا شكل المدينة قبل ما تتسرق جناحتها وكمان بعدها بتخليها هي الملكة الجديدة لمدينة مورز وكل الجنيات في الوقت ده بيرحبوا بيها جدا وكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من فيلم النهاردة لو عجبكم الملخص وعاوزين الجزء التاني اكتبونا في الكومنتات وكالعادة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفنا علشان يوصلك كل جديد أشوفكم الفيلم الجاي سلام